ندعو المتسابقة عابدة سابان من جنوب أفريقيا وتقرأ برواية حفص عن عاصم السؤال الرابع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذنياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه وإلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدر سؤال الخامس وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدنك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون حسبك أحسنتي ودارك الله فيك